اشتركوا في القناة إسباني إبراهيم دياز يهد العالم ويعلن رسمياً اختياره اللعب لصفوف المنتخب المغربي عوض المنتخب إسبانيا نجم الويداد العملود ضمن لائحة وليد الرقريقي لمواجهة الكوديفور وليبيريا 11 هدفنا في 125 مباراة يونس عبد الحميد يواصل سؤلقه في الملعب الفرنسية الفيفا تشيد بالدول المغربي عبد السمد زازولي وتعلق الزازولي دمن المواهب الإفريقية الصعيدة قبل تصفيات المونديال طلب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف من الاتحاد الإبواري لعب برمجة مواجهة المنتخب الويدية أمام المنتخب المغربي على أرضية الملعب الحسن وثارة بدل فيليكس بواني في أبي جانا وحسب التقالي الإعلامي الكاف يرغب في اختبار جهيزية منعب حسن وثارة قبل انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا المقرر مطلع السنة القادمة في الكوديفوارة ويرغب الاتحاد الإفريقي للعبة في إجراء مباراة المنتخب المغربي ونظيره الإفواري بمنعب حسن وثارة للوقوف على جهيزيته بعد تضرر أرضيته خلال إحداد المباراة الإعدادية السابقة بسبب الأمطار الغازيرة ويواجه المنتخب الوطايا المغربي مضيفه الإفواري يوم السبت الرابع عشر أكتوبر القادم حصلت تطورات مهمة في ملف اختيار اللاعب نجم ريام مدريد الإسباني إبراهيم دياز اللاعب لصفوف المنتخب المغربي عوض منتخب إسبانيا وصدر قبل قليل القائمة الأولية للمنتخب الإسباني خالية من اسم اللاعب ريام مدريد الإسباني إبراهيم دياز وكشفت المصادر على أن إبراهيم دياز وافق على اللاعب للمنتخب المغربي بدل إسبانيا بعدما حضي بتهميش من قبل المنتخب الإسباني وتشير المصادرنا إلى أنه في السعاد القائمة سيعلن بشكل رسمي عن المنتخب الذي سيدافع عن ألوانها وأشهدت المصادر أن دياز اختار اللاعب لصفوف المنتخب المغربي وأن الأمر يبقى مسألة وقت لا غير ومرتبطة بأمور إدارية وعالمات الجامعة إلى جانب وليد الرجلية جب من أجل إقناع دياز ومحيطيه من جدوى اختيار المنتخب المغربي قرر الناخب الوطني وليد الرجلية وضع أيوب العملود لعيف فريقنا للويداد الرياضي دياز من اللائحة الأولية للمنتخب المغربي جاءه بنا لمواجهة الكوديروار وليبيريا وحسب المصادر المطلعة فإن الرجلية وضع اسم أيوب العملود دياز من اللائحة الأولية إلى جانب كل منحار السيوسف المطيع ويحيى جبرانا ويحيى عطية الله من الويدادة ويوجه المنتخب المغربي ناظره الإفواري وديا بأبي الجان يوم الرابع عشر أكتوبر على أن يستقبل المنتخب الليبيري في السابع عشر من نفس الشهر لحساب المؤجل جول الأخيرة من تصفية المؤهل لكاس أمم إفريقيا يواصل الدول المغربية يونس عبد الحميد مدافع نادير إمثل فرنسي لكرة القدم التألق في المناعب الفرنسية خلال الفترة الحالية مؤكدا علو وكعبه كواحد من أبرز المدافعين في لاليكا وحسب مؤشر سوفا سكور الخاص بالإحصائيات والأرقام فإن المغربي يونس عبد الحميد سجل إحدى عشر هدفا في مشواره بالدول الفرنسي بإحتساب هدفي الأخير في شيباك ليون وأضاف المصدر نفسه أن يونس عبد الحميد سجل إحدى عشر هدفا في من أوى خمسة وأعج تسعون مباراة ويعتبر ليون عشر فريق يسجل رده المدافع المغربي في الدول الفرنسي ممتاز وسبق ليونس عبد الحميد أن سجل في شيباك مونوبلي وتولوز وليلة وطراب ونانت وبودرو ورين ونيس وأنجيه في مشوار كبير ويشار إلى أن المغربي ونس عبد الحميد حضي بثيقة الناخب الوطني وليد الرجرقية خلال آخر الجمعي العناصر الوطنية قبل أن يعود من أبرز الأسماء التي حافظت على مستوها في الفترة الماضية أثناء الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا على الدولي المغربي عبد سمزززولي مهاجم فريق بيتس الإسبانية ويعتبره من دمن أبرز المخمس المواهب تسعى لقيادة منتخباتها في التصفية الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وعدد الفيفا في منشوره عبر موقع الإلكتروني الرسمي مميزات وخصائص مهاجم الأسود مشير إلى أن اللاعب المغربي جناح سريع ومهاري بقدم معنا وأبرز الاتحاد دولي لكرة القدم أن أداء الزازولي جيد ساعده على تمتيل المنتخب في منذ القطر 2022 حيث أكد الفيفا أن اللاعب الفاريق الأندلوسي أسهم بشكل كبير في قيادة المنتخب وطير المغربي الأونمبي للفوز بكأث أمم إفريقيا الأقل من 23 سنة والتي أقيمت بالمغرب هذه السنة وتصدر الإشارة إلى أن الدولي المغربي عبد سمزززولي نجح في تسجيل هدفه الأول مع بيتس في الدولي الإسباني من أنه وقع في كوشفات الفاريق الأندلوسي في الماضي لمدة خمس سنوات قادمة من برشل هنا شكرا على فزن المشاهدة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أخبار المغربية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر